احنا معنا تيارير دلوقت من ايمن شوئ optimal ايمن شوئ نجم التحليل عندنا هنا وكان لعيب بسم الله ما شاء الله formula لا لا ايمن فرص وشكورا هنسمع ايمن شاب يقول ايه لان عندي تيارير كتير جدا وانت محبيك بسم الله ما شاء الله الناس كم لها عاوزة تخش وتقولك هنسمع ايمن هقول ايه الان ونرجع طاني �اندرق كابتان فاتحان سير ليه ذكرات كتير جدا جدا مع ايا او انا لي يا ذكرات كتير جدا معا حلوة ممكن بداية دخولي لمنتخب مصر سنة 84 كان كنت أنا في نادي الكوروم وكنت سعيتها هداف دوري وكان المسؤول عن المنتخب القومي كان الكابتن عب صالح الوحش ومعالكابتن فؤاد شعبان والكابتن فتح نصير بحكم الأقدمية كان الكابتن فتح نصير قريب مننا جدا كلعيبة يعني وكان قريب جدا 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 من لعيبة النادي الأهلي في الفترة ديت وكان كان صديق شخصي لكابتن نحمود الخطيب والكابتن مصطفى عبد فكان قريب مني جدا ساعتها وكان بيقول لي على حاجات أن أنا أعملها في الملعب وعارف أن أنا جاي من نادي يعني هو صغير بالنسبة طبعا البيت الأندية فكان بيوجهني دايما أن أنا أعملي فجات فترة من فترات كان فيه أحد من داربين الأجانب فكان يعني مش مشكلة بس يعني ما كانش بيلعبني كتير فكلمت مع الكابتن فاتحي في حاجة معينة كده فهو نصحني وقال لي بص انت هتكبره ان هو اللي يلعبك سازم تعمل كذا وكذا 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 وزعلك طلعوا في الملعب زعلك طلعوا في التدريب انت في النادي الآليف أحسن حتة في مصر وترومان عشان كده أنا بديه إن أنا مملعبش فقال لي أصبر وغزب عنه المدرب لما يلاقيك كده حيلعبك ولما تنزل وتبقى كويس حيلعبك غزب عنك فعلا كملت بعدها الحمد لله رب العالمين مشيت على النصيحة كان يعني والدي كان بيقول لي نفس الكلام يعني فجأة هو طبعا مش عايزة كبرك كابتن فاتحي بس كابتن فاتحي بمثابة أخ كبير لي عايزة أقول لك كابتن فاتحي كل سنة وحضرك طيب الناس بتعيد ميلادك مش حاول السن ربنا تديك الصحة والعمر ودايما أخ أكبر لينا ودايما مشرفنا ودايما بتنصحنا ودايما ورانا ودايما إن شاء الله في تقدم كابتن فاتحي بنسعد بيك وبنسعد بقاراك وبنسعد بخبراتك ويا ريت يا ريت اتحاد الكرة الورانا ده يتعلموا من حضرك حاجة لا اتحاد الكرة ده ينسى انسى هتقول لك اتعلق ايه على كلام ايما شاوي بيقولك اولا كل سنة طيب احنا كنا عاوزين نجيب لك ترطايا هنا وبتاع انت ما دتناش فرصة ازاي يا كابتن فاتحي ها والله ازاي يا كابتن فاتحي معلش ليه ترطايا ها ليه ترطايا ليك ترطايا كبيرة قد الترابيزة دي كده يعني اه طبعا ماشي انت عملت كده ورحمة صغر لا لا قد الترابيزة ايه قد الترابيزة لا كابتن ايمن شوئيه من الناس النضاف يعني نضيف يعني في لبسه وبتاعه نضيف نضيف القلب والسريرة نضيف في تفكيره يعني عمره ما كان تفكيره سيء لأي حاجة نعم لما بيحكي لي على انه ما بلعبش وبيلعب والمدرب الأجنابي وكده وبتاعه كابتن مصطفى اي مدرب بيجي مش ممكن يلم 25 لعيب مرة واحدة طبعا طبعا يعني في بعض اللعيبة فيه مدارس اه يعني في بعض اللعيبة بيلفتوا نظر المدرب بطريقته هو لأنه هو المدرب ده له فكر معين فبيدور على فكره جوا الملعب فشاف فكره في عشر اتناشر لعب ونصمم لأجانب كده اه ما شافش دول لكن هو ما بيخشش ويصمم ان انا بص على المسرح كله اشوفها اللعيبة كلها اشوفها على السكواد كله بتاع اللعيبة اللي قدامي عشيبه عنده حد يستند باي في اي وقت لا هو اول ما بيخش فيه كام لعب كده بيلفت نظر ويبدأ يحضرهم ويقفلهم ويرتبهم في دماغه ويكتبهم في ورقة وبتاع فكان ايمن كده قولينا مررنا بالمرحلة دي اكيد مفيش اللعيب ما بيمرش بالمرحلة دي طبعا طبعا بالطريقة دير قلت له ايه ده لأنه انا واثق يعني ثقة في الله فايمن ان هو لعب كويس ما انت ممكن ان يكون هو لعب مش اي حاجة مش هقول له كلام ده مش هقول له كبيره ويعني انت شايف فيه حاجة كويسة طبعا ماذا وإلا ما كانش يجيل منتخب اصلا اكيد فالمهم صبر معي كده بعد كده لما بيلعب هيا بقول له ها شاف ازاي ها شاف ازاي كلام اللي انا اتلك عليك نفس الكلام